بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ونهنئكم بحلو شهر رمضان مبارك متمنين لكم الصحة والعافية والطاعة وقبول الأعمال إن شاء الله وقبول الدعاء تحدثنا في حلقتين سابقتين حول كتاب ألم الإمام للسيد كمال الحيدري الذي صدر أخيرا وكان هذا هو عبارة عن محاضرات القاهرة منذ سنوات يمكن السيد كمال الحيدري في حوزة يقوم عن ألم الإم وهل هو اكتسابي أم لدني من الله تعالى وتحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن موضوع الإمامة والناهلية يعني مهمة سياسية فيما بعد الرسول أم هي فوق النبوة والخلة والرسالة وتحدثنا في الحلقة الثانية عن محاولة السيد كمال الحيدري إثبات أن الأترة حديث الثقلين أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وأترتي أهل بيتي وقلنا أن السيد كمال حيدري يعني لا يستطيع بهذا الحديث أن يثبت إمامة الأيام الاثنين عشر ولا ألمهم بعد ذلك بالطبع وقبل أن أبدأ هذا الحديث في موضوع الأترة وهم يعلمون الكتاب أو كذا أود أن أشير إلى أن السيد كمال حيدري أرسل لي الآن يعني عبر موقعه على اليوتيوب فيديو تحدث عن موضوع حاجة القرآن إلى مفسر أو مبين يقول القرآن لا يحتاج هو بحد ذاتي مبين لا يحتاج إلى أحد حتى يوضحه ويبينه يبدو أن هذا هو رأي الأخير أو من أرائه الأخيرة وأن هذا الكتاب يمكن هو متخلي عنه الآن أو متجاوزة ومغير رأيه وعلى أي حال نحن نحاول نقد هذا الكتاب أو نقد هذه الفكرة سواء كان السيد كمال حيدري لا يزال متمسكا بها أو قد تخلى عنها المهم هي فكرة وبعض الناس يحاولون يعني يشبثون بهذا الموضوع وهذه المقدمات حتى يصلوا إلى مثل علم الأيام هي فكرة موجودة بين الناس فنحن ننقد الكتاب ولا ننقد الكاتب لأن الكاتب قد يكون مغير رأيه في هذه الحلقة سوف أحاول حوالي خمسين صفحة من الكتاب يلخصها جدا وأهم الأفكار التي وردت في هذا الفصل أو في هذا الجزء من الكتاب أنه هو من هم الأترة كما هو يتسائل من هم الأترة وبعدين يقولهم يخصص طبعا في أهل البيت أترتي أهل بيتي حسب بعض الأحاديث طيب أهل البيت أيضا منه؟ جمع النبي كانوا أهل البيت مثلا مجموعة قليلة سواء قلنا نساء النبي أو قلنا المام علي وسيدة فاطمة والحسن والحسين ذول كانوا أهل البيت النبي في ذيك الأيام فهل هذا أهل البيت يمتاد إلى هم القيامة ويشمل الأئمة الاثنية عشر؟ وكيف يستنتج موضوع الأئمة الاثنية عشر؟ من أهل البيت يخصص كيف يخصص موضوع العترة في الأئمة الاثنية عشر؟ ويجيب طبعا أحاديث على أساس من أهل السنة والشيعة ويقول أن هذه الأحاديث خاصة الأحاديث الاثنية عشر يقول أنها متواترة بين الفريقين مع الأسف يشتديد يعني لا أعرف المصر على كلامي هذا سيد كمان حيدري يعني إطلاق كلمة التواتر دائما على أشياء غامضة مجهولة محل نزاع محل خلاف ويسموه متواترة المتواترة الأحاديث المتواترة اللي ما يوجد فيها أي خلاف أي خلاف ما يوجد فيها يسموه أحاديث متواترة أما إذا كان فيه شبهات وغموض وجهل ونقاش وكذا واختلاف كلمات فما يمكن نطلق عليها متواترة لا عند السنة ولا عند الشيعة ولا عند الفريقين هو يقول هذا الأحاديث من الأحاديث المتواترة بين الفريقين هذا كلام إنشائي جدا وكلام بدون تحقيق وبدون تثقيق وبدون اجتهاد وبدون بحث يعني مجرد يعني كلام على المنابر هذا واحد يعني يتكلم على الأسف الشديد فبحاجة إلى أنا أمر مرور سريع أنه كيف هو يحاول أن يؤلف هذه النظرية أول شي قال بأن الأترة أني ترك فيكم الثقلين كتاب الله وأترتي فلسه يجع على العمل 12 تسمحوا لي أنا أعتذر منكم أنا مصعيم لأنه عندي مرض سكري والطبيب منعني من الصيام وأبل رقي قليلا فيبدأ في صفحة 35 من هذا الكتاب يقول الأمر الأول من هم الأترة صرحت النصوص الواردة في حديث الثقلين بمختلف صياغاتها أن المراد من الأترة هم أهل البيت المراد من الأترة أهل البيت حسب بعض الروايات حيث ورد في بعضها أترة أهل البيتي وفي بعضها تصريح بأن الثقل الأصغر هم أهل البيت وذكركم الله بأهل البيتي فصار المهم هذول أهل البيت صفحة فيه يجيب أدت أدلة على ذلك منها آية التطهير آية التطهير إنما يريد الله ليذب عنكم وريسة أهل البيت ويطهركم تطهير وهذه الآية فيها نقاش أنه أهل البيت منهم نساء النبي أو مثلا عائلته الكبيرة اللي هو علي وفاطمة وحسن وحسن حسب بعض الأحاديث المهم يعني هو يستفيد من هذه الآية اللي فيها محل خلاف بعدها يستفيد فيه آية أخرى آية المودة في القربة قل الله أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أيضا هذا نوع من يعني عدم الدقة في اللغة العربية قل الله النبي خاطب المشركين أهل غريش اللي كانوا في مكة وأنا ما أجرم لعدكم على النبوة قل الله أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أنت وأنا أدنى قرابة بيني وبينكم فودوني وعملوني بمودة لأجل القرابة اللي بيني بينكم مو أنوا تعالوا حبوا قرابتي مو قل الله أسألكم عليه أجرا إلا مودة ذو القربة مودة ذو القربة شيء والمودة في القربة شيء آخر أي واحد يدقك باللغة العربية يمكن يفهمها المعنى المهم هكذا يستدلون تصفيط وتلزيق يعني الأحاديث ويجي إلى صفحة 42 أهل البيت في المباهلة أيضا يجيبهم أن فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالي ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين حتى يدمج أهل البيت بالنبي طب هذا في مكان بالمباهلة الإنسان يجي يباهل هو وأقرب الناس إلى يعني أبنائه وأحفاده وأقرباء المقربين حتى إذا نزل العذاب عليهم هو يضحب نفسه مو يجيب ناس بعداء ما تتل على شيء المهم يستدلون بها هو يستدل بها أيضا ثم يقول أهل البيت في المودة النتيجة مع هذه النصوص وكثير غيرها أو كثير غيرها وكثير غيرها لا مجالة لاستقصائها لا يبقى إدنا شك لا يبقى أدنى شك في المراد من أهل البيت فهم الذين جمعهم بيت وعالين وفاطمة وهم الذين جمعهم كساء ورسول الله صلى الله عليه وآله وهم الذين ضمهم رسول الله تحت ثوبه وهم إلى آخر ما تضمنته الأحاديث المتقدمة طيب لا عرفنا أهل البيتهم هؤلاء طيب كيف تمد الموضوع إلى الأحفاد 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 إلى يوم القيامة تجعلهم أيضا من هؤلاء أهل من هذا البيت هذا يحتاج حديث أخرى الآية ما تكفي كل هذه الاستدلالات ما تكفي لا حديث الثقلين ولا آية القربة ولا آية المباعلة ولا آية المودة المودة يعني فيجي موضوع آخر عدد أهل البيت يقف أمامه كيف يربط السعدة يقول حتى يقولها أن هؤلاء الأئمة كان عندهم ألم الأولين والآخرين وهم أعلم من الأنبياء وأعلم من المرسلين ما عدنا محمد عدد أهل البيت هناك حجد وافر من الروايات طيب أبحث الروايات وعدة وعدة جيبين الروايات سند مالها أبحث الرجال مالتها مو شكل يعني خبط لزق كما يقولون هناك حجد وافر من الروايات قد تصل إلى المئات تصدت لبيان عدد أهل البيت عليهم السلام تصدت لبيان عدد أهل البيت وتسخيصهم بأسمائهم روايات من وين جاي روايات بأسماء الأمة واحد واحد ومن جملتها حديث الاثنى عشر الذي نقله الفريقان في مصادرهم المعتبرة نقله الفريقان في مصادرهم المعتبرة فشوفوا شلون رح يصير الكلام حديث السنة اللي يرمون أنه الأمراء بعدي اثنى عشر ثم يكون هارجن ومرج ومرج مو يحدد عدد الأمراء أو الخلفاء بعدي اثنى عشر وسيكون بعد الخليفة الثانية عشر هارجن ومرج ما يمكن تحديد النبي يحدد الخلفاء بعده لأثنى عشر ولا وثلاث عشر ولا وثلاث عشر ألف لأنه يقول يعني هكذا يقول الحديث اللي هو مفتعل وموضوع عند السنة والحديث اللي عند الشيعة تجي بأسماءهم النبي قال نزلت أسماءهم من الله تعالى بأسماءهم فلان من فلان واحد واحد لأثنى عشر واحد طبعا هاي الفكرة الأثنى عشرية ولدت في القرن الرابع الهجري بعد أربعمائش سنة من النبي ما كان الحديث معروف عند الشيعة الأوائل ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث ولا أحد مكان يعرف في الأثنى عشرية الفرقة الأثنى عشرية ولدت في القرن الرابع فرقة جديدة مثل فرقة ولاية الفقية مثلا كدر نقول الآن فرقة ولاية الفقية ولدت في القرن الـ ْلَمْتُكنْ توجد قبل ذلك وسأولها أحاديث والنبي كان مثلا الأئمة بعد الفقهاء أو كذا مثلا هذا الحديث مفتعل يصير فافتعلوا أحاديث وركبوها اخذوها من الش سنة في القرن الرابع عندما وصلت نظرية الإمامة إلى طريق المسدود وانتهت وانقرضت وبادت وخلصت فسوفت فرقة جديدة بعد مئة سنة كناس عديدين كانوا لهم مصالح في إنشاء هذه الفرقة العباسيين خصوصا في مقابل الفاطميين الدولة الفاطمية فاختلقوا فرقة جديدة أسماء الأثناء عشرية واختلقوا لها أحاديث بكل سهولة اختلقون الأحاديث وبعدين يقول لك أحاديث متواترة ماذا متواترة؟ بنياء زمن متواتر يجب أن يكون متصل يعني ليس فقط اليوم متواتر لا البارحة أو البارحة وقبل شهر وقبل سنة وقبل مئة سنة وقبل ألف سنة يجب أن يكون التواتر موجود مستمر إلى النبي حتى نسميه متواتر فإذا أحاديث لم يكن أحد يعرفها أبدا في القرون الأولى ماذا نسميها أحاديث متواتر على أحد؟ فالسيد كمال حيدري حفظه الله في محاضراته القديمة وكتابه الجديد المنشور هذا حديثاً يجي يخلط بين الأشياء يخلط بين الحديث السني والأحاديث الشيائية اللي جاء بعدين ومن جملة حديث الأثنى عشر الذي نقله الفريقان وهذا يصير نوع من بس أنا ما رد أستخدم كلمات قاسية تدليس ومدرشين ولا بس يعني نوع من عدم الدقة في التعبير نقله الفريقان شنو نقله الفريقان؟ وسوف نقدم لمحة إجمالية عن هذا الحديث السنة ما نجعبوا اسمها إلى أمير الثنى عشر لو مجعبين اسمها إلى أمير الثنى عشر كان صاروا شيعة أثنى عشرية ما كان صاروا يعني سنة ليش نسميهم سنة؟ حديث الأثنى عشر وهو من الأحاديث المتواترة بين الفريقين أمو متواتر هو أحاديث آحاد ضعيف مجهول موضوع عند السنة مننجى مننصى متواتر ولا متواتر عند الشيعة لا عند الشيعة ولا عند السنة ولا عند الفريقين أخرج البخاري عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي يقول كل عنها جابر بن سمرة حديث واحد أخبار آحاد يقول يكون إثنى عشر أميرا يكون وبعد ويكون الهرج والمرج وكذا فقال كلمة لم أسمعها قال أبي فسأل أبوه وهو طفل صغير كان هذا قال أبي إنه قال كلهم من قريش شوفوا حديث عن تأليف الأمويين أيام الخلافة في قريش ورادوا ركبوه على الأمويين في مواجهة الثورات اللي سموها فتن وسموها هرج ومرج فركبوه على جماعتهم ورأى حديث واحد وضعه من أيام الأمويين فصال هذا كأنه متواتر عن رسول الله شلون تواتر؟ من يجبش التواتر؟ يا سيدني الله يحفظك إن شاء الله وأيضا أخرج الترمذي وأحمد هم بعديا أهم نفسه عن جابر بن سمرة قال رسول الله يكون بعدي إثنى عشر أميرا ثم أتكلم بشيء إن لم أفهمه فسألت الذي يليني هو سأل أبار فيه حديث آخر نصر اللي بصفة قال كلهم من قريش شنو بعدين منهم ما قال لا منهم ما قال ولا عددهم ولا من أهل بيتي ولا من أثرتي ولا من أعزنون أي وأهم نفس الشيء كل واحد يروي الحديث بشكل مثل ما يريد شوفوا الآن أحمد بن حنبل كيف يرويه سمعت رسول الله عن جابر بن سمرة في حجة الوداع يقول لا يزعلوا هذا الدين ظاهرا على من ناواه لا يضره مخالف ولا مفارق حتى يمضي من أمة إثنى عشر أميرا كلهم ثم خفية من قول رسول الله لا أسمع شيء قال فقال يقول سأل واحد بعدين قال له كلهم من قريش ما يحدد الأمة أو الأمراء أو الخلفاء بـ 12 يقول سيكون هذا الدين لا يزال هذا الدين ظاهرا على من نواه حتى يمضي من أمة إثنى عشر أميرا بعد ما يمضي الأمير الثانى عشر يخرب الدين تخرب الأمة وتخرب الكذا وصير فوضى وصير ثبرات شوفوا الحديث يعني عنده هدف سياسي وأيضا وارد بصيقة أخرى هم عن جابر ابن سمرة كله عن جابر ابن سمرة إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم إثنى عشر خليفة هم الرصار أول شيء كان أمير هم الرصار خليفة وكلهم من قريش ومسلمهم مات نفس الشيء لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنى عشر رجلا هالمرة صار هم عن جابر ابن سمرة هذا الشيء متواتر هذا الحديث هو غامض منهم ومن أعرف وكل واحد يرويه بصيغة معينة بعد مئات السنين بعد مئات السنين عبد ولد كان في حجة الوداع وسمع فتشيء النبي يقول من بعيد وما افتهم وما سمع بصورة كاملة نعم ويجي يقول أيضا تسعة وأربعين بعدين يجي الصياغة الثالثة بلغة النقباء عن مسروق قال سألت النبي كم يملك هذه الأمة من خليفة أصلا كلمة خليفة ما كانت واردة زمن النبي ولا أحد يسأله قال ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك واحد يسأل عن مسروق قال نعم ولقد سألناها فقال إثنى عشرة كعدتي لقباء بني إسرائيل شلون يعني المهم يسأل سيد كمال بعدين من هم الخلفاء الاثنى عشرة هذا كل حديث السنية ما بيه شيء لا بالأثرة لا من قريب ولا من بعيد لا من أثرة ولا أهل البيت ولا أمون قريش أثنى عشر أمير يحكمون وبعدين يصير فوضى ما في أي دلالة على الموضوع من هم الخلفاء الاثنى عشر قدم علماء المسلمين من أهل السنة وجوها متعددة لتفسير هذه الروايات تفسيرا ينسجم مع الخصوصيات والمواصفات التي ذكرها أو ذكرت لهؤلاء الخلفاء لكنها في الأعام الأغلب لم تستطع أن تعطي التفسير وأصلاً ما بيه حديث غامضة فسروها لا ما فسروها هي ما تفيد شيء يعني وأساساً سنتها ضعيف وغامر ومجهول الوجه يعددها الوجه الأول ابن الجوزي والسيوطي والبيهقي وابن المهلب وابن العربي وابن كذا المنادي وابن تيمية شون يقولون ما خصنا فيهم هم حايرين بعض الحديث ما يعرفون شنو معناته كل واحد يفسره في التفسير معين يجي إلى تسعة وخمسين فإذن هم فاشلين في معرفة الحديث أدهم في الحديث ما يفتهمون سنة شنو معناته تفسير مدرسة أهل البيت لحديث الخلفاء الاثنى عشر يقول الخصوصية الأولى أنهم موجودون إلى يوم القيامة جوانهم الآن صارهم ألف ومثين سنة ماكوا أدنا واحد من أدهم فإذن الحديث هذا خاطئ ومو صحيح عملياً تاريخياً أثبت أن واحد هذا مكذوب ومو صحيح لا بد من دوام وجود هؤلاء الخلفاء إلى قيام الساعة منين طلعت يا سيد كمان ثانياً أن ذلك لا يتحقق إلا إذا كان أولئك الخلفاء إذن عشر بشكل متسلسل إلى قيام الساعة سميش يرحون إلى أخ أو ابن أخ أو عام إلا شي ذرية بلكن قطعت ذرية كم مرة مثلاً ماذا نفعل بعدين؟ الخصوصية الثانية أن هؤلاء الخلفاء معينون بالنص ماذا معينون بالنص؟ أين النصوص؟ أخذ الله ميتاكة بني إسرائيل وبعثنا منهم إثنى عشر نقيبة هذا آية جابة على موضوع الأئمة النبي موسى أخذ الاثنائش نقيب ووداهم فيه جسم مثلاً حاطهم على بني إسرائيل هذا شلو علاقته في الإمامة ما بعد النبي وأن هؤلاء يعلمون علم الأولين والآخرين الخصوصية الثالثة عملهم بالهدى والحق يعني كلام عام هذا كله ما يدل على شيء الخصوصية الرابعة ثباتهم على الحق ثلاثة وستين هنا يجيب كلام السيد الصدر وقد أشار إلى هذه الحقيقة الخصوصية الخامسة إنهم إثنى عشر خليفة وقد أشار إلى هذه الحقيقة جملة من المحققين منهم أستاذنا الشهيد محمد باكر الصدر هل حقق في هذا الموضوع؟ ما معلوم محقق في مسائل أخرى يمكن في علم الأصول في أشياء أخرى في الفلسفة في الاقتصاد ممكن واحد بس مو كل شيء محقق بي فبهذا الحديث ما محقق بالموضوع دائم كل كلام واحد آخر حيث قال قد أحصى بعض المؤلفين منهما؟ ما قاعدهم أيضاً هو يعلق تحت يقول منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر المحقق آية الله صاف الكل بيقاني طيب قد أحصى بعض المؤلفين روايات هذا الحديث الشريف عن الأئمة أو الخلفاء أو الأمراء بعده أنهم إثنى عشر فبلغت الروايات أكثر من مئتين وسبعين رواية مأخوذة من أشهر كتب الحديث عند الشيعة والسنة شفناهم لم يذكر أسماء الأئمة أو هذا لكن خبطوهم بين الحديث حتى يصبح حديث قوي جداً هو من أساس مختلق الحديث ماتين وسبعين رواية هو أنت أنقل يا سيد كمان لماذا تذهب إلى سيد محمد باكر الصدر أنت تقول هذا الصافك والبيقاني ناقل بكتابه كذا وكذا لماذا؟ حتى يصبح الكلام أقوى لا يحتاج أنقل رأساً من المصدر مباشرة وما يذكر طبعاً وقد أشار إلى هذه الحقيقة فقال وين قال؟ ما نعرف المصدر ما موجود قد أحصى بعض المؤلفين ماتين وسبعين رواية زين الكليني اللي هو أول من جمع الروايات كله عنده 17 رواية حوله 12 ووحده منهم 13 يقولي بعدين أجل الشيخ الصدوك وصواه 35 رواية بعدها بخمس سنة فرخ لنا الروايات صحاً 35 رواية ثم أجل الخزاز القمي صاحب كفاية الأثر وفي النص على المائتنا عشان سواه 200 رواية وما يمكن أن يكمل المائتين فمنين صاراً ماتين وسبعين؟ ما لون هذا الشيخ الصافي كل بيقاني يسواه 270 رواية من وين جابهن؟ يعني دائماً كانوا يختلقوا الروايات ويضيفون بالكتب ويحسبوهم بعدين فصارت متواترة وليست الكثرة العددية لهذه الروايات هي الأساس الوحيد لقبوليا سيدك ماي شوية يدارك يعني بل هناك إضافة إلى ذلك مزايا وقرائن تبرن على صحتها فيقول مثلاً البخاري نقل هذا الحديث معاصر الإمام الجواد والإمامين هادي والعسكري طيب من قال من هم؟ ذاك نقل فتح حديث البخاري ما مفضح شونا فتح حديث طاير بالها ولا قفه وحطه بكتابه ومو كل أحاديث البخاري أيضاً صحيحة ما أحد من الشيعي أعترف حتى من السنة ما يعترفون كل أحاديث حتى هو ما يقول يعني كلها هو يعتقد أنها صحيحة فيجي على أسماء خلفاء النبي في نصوص روائية لا الجهسة واحدة وحدة قبل استعراض الروايات التي بيّنت أسماء خلفاء النبي هناك تساؤل ملفت للنظر أنه بحسب الروايات التي وردت في الصحاح والمسانيد أن الأئمة أن الأمة سكتت ولم تستوضح من النبي من هم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر خصوصاً وأن النبي الأعظم كان في مواضع متفركة وأماكن مختلفة يؤكد هذه الحقيقة بس ما بيّنها والناس ما سئلوا منه ذولاً اثنى عشر بالنحو الذي لم يدع مجالاً للمحقق المنصف أن يشكك في مضمون هذه الروايات فيقول ليش النبي ما بيّن والمسلمين ما سئلوه يحاول يفسر الموضوع أن الحكام منعوا الأحاديث وراحت علي نضاعة هذه الفرضية أن الحكام منعوا أنت مواسطك شيء ما عندك حديث الآن تقول الحكام الطغاة منعوا الأحاديث قاعد تفترض يعني وجود حديث لم يصل إليك ولا ما عندك أي دليل ينقل عن كفاية الأثر للخزاز الرازي 68 صفحة 68 والذي يثبت هذه الحكيقة أنا نجد بوضوح أن ذكر أسماء الخلفاء الأئمة من أهل البيت إنما جاء بعد ذكر النبي لخلفائه الاثنى عشر وأنهم كعدة نقباء بني إسرائيل وأليك نموذجاً لبعض هذه الروايات اللهم والي من والهما وعادي من عادهما لحسب الحسين وقال بعدد حواري الأئمة بعدك قال ابن عباس قلت يا رسول الله فكم الأئمة بعدك قال بعدد حواري عيسى وأصباط موسى ونقباء بني إسرائيل يا رسول الله فكم كانوا قالوا كانوا قالوا اثنى عشر والأئمة بعده اثنى عشر هذا الحديث مثلا وأمثال عشرات يرويهم الخزاز الرازي اللي توفي سنة 381 أو بعد ذلك أيضا أحاديث تحتاج تحقيق وشوف السنة مالها وشوف تقارنها بأحاديث أخرى صحيحة متواترة وتعرف شلو معنى الموضوع ما تجيب أحاديث الصفق لياها وتقول لي خلص صاروا لأمي 12 دولة جئنا من الأثرة بعدين إلى أهل البيت بعدين إلى أمي 12 هكذا ما يصح يعني صفحة 80 المهم يستشهد بأحاديث من هذا الكتاب الخزاز مجموعة أحاديث حول هذا الموضوع وكلها أحاديث مفتعلة وموضوعة وهو لم يحقق فيها ولا هو من بداية قال ذلك قال أنا هذه الحاديث ما يحتاج نبحث فيها ولا نبحث سندها ولا ندقق فيها وكما هي نجيبها ونستشهد فيها ونروح معاكذا يعني يحاول أن يثبت أول شيء لأيما منهما بعدين يجي لعلمهم ففي هذه الحلقة أيضا نرى أنه قد فشل في إثبات هذا الموضوع لا في موضوع العترة حديث العترة لم يكن متواترا ولم يكن واضحا العترة يعني عشيرة ثم بالتأويلات المتعددة وبعض الآيات وتأويل بعض الآيات ركبها على أهل البيت اللي هم الخمسة مثلا ثم جرها إلى بقية لأيما بأحاديث موضوعة فيما بعد وتحتاج أكثر من البحث والتحقير فما يجوز نحن نسوي نظرية ثم نبني عليه طبقات بعدين الآن وصلنا إلى التحديد الأيما بالاثنى عشر وحتى نشوف بعدين شي يصير بالحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته